أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر هل الرسول أو القرآن بيفتري على الناس؟ هنشوف هو كان بيفتري على مين؟ بيفتري على اليهود أهلاً يا فرحة عنوان حلقتنا هي افتراءات على اليهود بص يا مارينا محمد كان بيفتري على الناس دي شغلته كده افتراءات عشان يبين نفسه أنه هو ايه؟ هو تتفرط أو يبين نفسه بص هم غلط وأنا لصح ما أنا عايزة هو بقى عشان يقول على الناس حاجة بالغلط وبالكز عشان يبين نفسه أنه هو شوفه أنا الصح والغاية دلوقتي المسلمين فكرين ومصدقيني الكلام ده نقول لهم أيمانات على حلفان بأيمانات المسلمين مش كده بيعتمد على الجهل المسلم بالأدياد الثانية بالزبط عشان كده هو قالوهم ما تقروش أوعى تقرق ما أحدش يقرق أنا فيه فيديو شفته لشيخ شعراوي واحد بيسأله بيقول هل نقرأ كتب النصارى وال... قالوا لا إذا كنت هايستقرق إذا كنت هايستقرق تقرى عشان تنتقدوا أبقى متهوكون أنتم آآ منذب أنت عمر مهالما شف عمر بيقرأ قال له متهوك وإيه كان بيقرأ في الطورة آآ قال له لأ حمر رواجه في العهد القديم آآ غضب وحمر رواجه آآ يعني إيه اللي بتعمله ده حاس هيتكشف بالزبط فنرجع لسنة التوبة الآية 30 وقالت اليهود عذير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم وضاهقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا مش همسك في كل ده هل اليهود قالوا عذير ابن الله مين عذير ده في يهود يسمى عذير أصلا يجبوا لنا مخطوطة واحدة بتقول إن اليهود قالوا إن فيه واحد اسمه عذير وإنه ابن الله عمر ما اليهود فيه حد فيهم نبي يعني اسمه عذير أصلا دي نمرة واحد فيش نبي اسمه عذير أصلا وما فيش نبي جاء لنا ابن الله أصلا إطلاقا لو المسلمين اتكلموا وقالوا لأ فيه واحد اسمه عذير عذير مش عذير اسمه عذير الكاهن مكتوب في الكتاب المقدس عذير الكاهن ما حدش قال عليه إنه ابن الله خالص ده راجل ما اسمهوش عذير ابن الله فالمطلوب من المسلم إنه جيب لنا دليل إن اليهود قالوا عذير ابن الله صدقين يا مارينا اتكلمنا مع يهود وسألناهم في حد عندكم في الكتب عندكم بتقول عذير لأ عذير ابن الله مين سوري يعني بالله في إيه إيه اللي استهبال حسيت إنهم بيقولوا إيه إيه اللي استهبال اللي انت بتستهبلوا مين اللي قال الكلام بتفتروا عليهم آه هو داخل علشان إيه وقالت النصارى المسيح ابن الله هو يعني دي بدي آيوا إحنا لو إحنا بنقول المسيح ابن الله أنا لا أنكر طبعا كتاب المقدس قال لكن ما تفتريش على اليهود بكلام ما حصلش آه بالظبط ما كتاب المقدس قدامه هو عايز يقول بص دول قالوا إيه ودول قالوا إيه دول قالوا إيه أنا لحلو شفتي وأنا حلو أنا ما عنديش تحدث مو قلنا الله أنا كويس خليكم معي سيبكم من اليهود والنصارى هما أصلوا لو قالوا بقى النصارى وإخي بيقولوا المسيح ابن الله هنروح لليهود هنروح لليهود لا برضو اليهود اليهود بيقولوا عزاري ابن الله حلينا نشوف نقطة تانية في سورة المعيدة الربعة وستين تقول إيه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم وبسططان ينفق كيف يشاء أنا أفغيت هنا وهكمل الآية بعد كده ماشي قالت اليهود يا دا والله مغلولة أولا اليهود ما عندهمش لفظ الله دا خالص أصلا يعني اليهود ما يقولوش الله زي المسلمين الله هو أكبر دي ما عندهمش دا مخصوصا المسلم لكن ألوهيم يهوى يهوى ما انتقوش كل دا مش لفظ الإله عندهم لفظ مقدس جدا فما فيش يهودي هلا دا الله مغلوق لا وما حدش يقول وحيت يهوى ولا وحيت وأقسم بألوهيم ما يجيبوش اسم ربنا على لسانهم ودي ليه ليه مش بيقولوا كده يا فرحة لأن زمان كان كل العالم وساني إلا اليهود فلما كانوا بيجيبو سيرة ربنا كان الوسانيين ياخدوا اسم ربنا ويحطوه على الأصنام فربنا قال لموسى أما باسم يهوى لم أعرف عندهم فاسم الله بقى مقدس اسم الله مقدس ما ينتقوش عشان الوسانيين ما ياخدوهش ويحطوه على الأصنام بتاعتهم فاليهودي ما ينتقش اسم ربنا اسم ربنا دا مقدس جدا فما بالك كمان بيشتموا ربنا وليا ظل مغلولة إيدهم اعطوها أو مغلومة مربوطة فرح قال لهم أهو أنتو غلت أيديكم هل اليهودي غلت أيديك؟ وعمل على له بعين ما حل اليهود وهو أنتو غلت أيديكم وهل اليهودي غلت أيديك؟ لا أقوى اقتصاد في العالم أي بلد فيها يهود اقتصادها وأي منطقة فيها يهود أغنى منطقة وأنضف منطقة وأشك منطقة فطبعا دا غلط يعني كلام يعني بيفترع اليهود أولاً وبيكذب وبيكره المسلمين في اليهود فغلت أيديهم ولعنوا اليهود مش ملوانين أصلاً بمأكلهم ببركة دول واخدين البركة والبركة الإلهائية وبعدين يقول إيه بل يدهم وبسططان ينفق كما يشاء الله بيصرف يعني كويس كتير يعني وينفق حتى الله يقول ينفق كما يشاء عيب عيب يعني يقول على ربنا كده نعم بشبرأ بشبرأ وليزدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك تغيوناً وكفراً وبعدين يروح إيه وألقينا بينهم العدوة والبغضاء إلى يوم القيامة هل اليهود دي 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 طبعيني في عينك كده مين اللي ألقى العدوة والبغضاء بينهم ده ده حب ده حب الحب بكله الشيعة والسنة الإسلام المسلمين العدوة والبغضاء اليهود فين اليهود اللي عمليه بيقطع في بعض دوله وإلى يوم القيامة خلي بالك يعني كذب أنت بتكذب عليهم والواقع بيكذب كده أنت ما بتلاقيش يهود بيقتله في بعض ولا بيكفر في بعض طب أنا هقولك على حاجة حتة صغيرة في بعض التفاسير قالوا ألقينا بينهم العدوة البغضاء إلى يوم القيامة أي النصارى واليهود طب بالعافية بالعافية بزمتك في عدوة بين اليهود والمسيحين خالص المسيحي لا يعادي أحد أصلا بالضبط واليهود ملوش دعوة خلاص يعني مدام محدش قرب منه خلاص عايشة ده أنت عارفة يا فرحة أن الكتاب المقدس وصل يهود جلودي على الغريب وعالمصري قالك أنت كنت مخترف في أرضه بالضبط معا يعني اليهودي ربنا بيعلمه أنه هو مكراهش حد طبعا والمسيحي هكذا طبعا فهنا بيقول ألقينا بينهم العدوة البغضاء تكملي في الحتة دي أبا يخليك ألقينا بينهم العدوة البغضاء إلى يوم القيامة عكاس زاب مفيش كلما أوقادوا نارا للحرب أطفقها النار الله فين 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 لو النبي عبد وياسعون في الأرض مش فر المطافي وياسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يعني بيقول أن بينهم العدوة البغضاء وبيقضوا نار في الأرض فى الله بيتفقها وكمان بيسعوا فى الأرض فساد هل هم بيسعوا فى الأرض فسادا من اللي بيسعى فى الأرض فى الفسادا ده واخدين أكتر جوائز نوبل في الحاجات الحلوة اللي بيعملوها اللي بتفيد الإنسانية هو غرض ان المسلم يكره اليهود وده بيفسد وبيعمل نار وبيشتم فى الله وكل ده كذب ونروح يا فرحى مارينا مارينا انا رحت هناك شفت جمال اسرائيل والشوارع فسادا ايه؟ ده فى فلسطينيين بيبقى وقفين طوابير عشان ياخدوا فيزا وخش يشتغلوا جوه اه طبعا عايزين الحياة هناك وامنا اليهودي لو اشتغلت عند يهودي امين جدا طبعا ولا يسرقك فى الفلس ولا الوقت ولا فى اي حاجة امين جدا بالزبط بالزبط فى يعني كل الاية دى كذب وكأنه بيقول على حد يعني بيقول على نفسه اه يعني عندنا هيقولك ايه اللى تف تف الفوق تنزل فى عبه صدقيني فهو قال كلام نزلت فى عبه هو المسلمين فى عدواب غرضاء بينهم ممكن هو كان قصة على المسلمين بس حد كتبت اليهود غرف ام حد تانى كتب اليهود ام عرفش خلينا نخش فى النقطة التانية فى سورة التوبة 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن ماريا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا احنا طفعلا بنعبد الها لا الها الا هو سبحانه عما يشكون اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ايوا نمر واحد مين اللي اتخذ حد رب يا حبر الفلاني يا ربي حد قال كده حد قال يا ربي حد قال راهب انت يا ربي انت كسب انا نعبدك مثلا كسب لا كسب كمية كسب غير عادية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح الاية دي فيها مشاكل مشاكل قوليها بقى المشاكل دي هوا بيقول هما بيقولوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح والمسيحة والمسيحة والمسيح بالفتحة اه اه الله والمسيح المسيح من دون من دي حرف الجر صح الله اه والمسيح اسمه مجرور ولا انه اسمه عالم مجرور بالفتحة بالفتحة فالمسيحة عائد على ايه يعني الله والمسيح على الله والمسيح معطوف على الله اه اه من دون الله والمسيح مع بعض ده نحو ما بيش كلام يعني فيه اه فهنا يعني ايه هنا هنا نحويا الله والمسيح مع بعض يبقى الله يبقى الله يبقى المسيحة اه لكن اتخذوا هنا الكذبة الافتراءات ها المسلمين بقى يقولوا لك ايه يا فرحة المفروض فيها تقديم وتأخير وده كذبة والله انا مشاهلا في تكلم يعني بيقولك اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح اربابا من دون الله طب ما كتبهاش هنا ليه مم ما قالش اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح اربابا من دون الله ما قالش كده ما قالش كده فهما بيحبوا يطلعوا منها فيقولوا لا ده بص المسيح عليها فتحة لا اسم العالم يجر بالفتحة ايه دي ممكن حد مسيحي اه اول كتب الاية دي ده نحنا شكين بصراحة يعني اه فيه حتة تانية مارينا اه ليه دايما يقول المسيح ابن ماريم اه يعني من الذي ينادى باسم الام عند العرب اه اللي جاي من زنا يعني هو لو قال المسيح بس حد يقوله هو هيقوله لا انا مش عارفينه ده مين اللي انت بتتكلم عنه مها موسى بيتقل وحده ايه داود بيتقل وحده ده طول النهار يعني كل القرآن ابن مريم ابن مريم ابن مريم ابن مريم ابن مريم بص مريم فيه حتة سرحة اقوله لك عداي ابن حاتم الطائر ابن حاتم الطائر قال اتيت رسول الله وفيه عنقي صليب من زهب فقال يا عداي اطرح هذا الوسن من عنقك شوفي غيز قال فطرحته انتهيت الاه وهو يقرأ في سولة براءة اتخذوا احبارهم وكذا كذا 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 قال قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبضهم آه ده إيه ابن الطائي فقال أليس يحرمونه مع حل الله فتحرمونه شفتي حاجة زي كده ويحلون ما حرم الله ليه هو النبي في أي صورة التحريم في الأية واحد وقال الله فتحلنا مين يا فرحة اللي بيحلل ويحرم الشيخ بالفتاوة بتاعتهم والنبي نفسه لما تحرم مع حل الله قال قلت بالك قال فتلك عبادتهم يا سلام لأ ومين اللي بيحلل يا أنا عندي سؤال يا ساح يا حضرة الشيخ أنا ممكن مش عقايا أعمل كده كهنوت كله عندهم خلينا نشوف نقطة كمان عشان وقتنا على الرب يخلص صورة الأمران 65-66 سبعة 65-66-67 بيقول إيه يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما نزلت الطورة والإنجيل أفلا تعقلون يعني كمان إحنا إيه مجانين مجانين هو مين اللي أفلا تعقلون إعقلوا ها أنتم هؤلاء حاجاشتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ولا حد عمل أي حاجة أصلا لأ وكمان بينقشهم والله يعلم وأنتم لا تعلموا ما كان إبراهيم يهودية يا سلام معلومة فزيعة بصراحة معلومة فزيعة لازم نعقل برضو يا فرحة ما نقولش كده صح صح ولا نصرانية ياه وكمان كان نصراني أوي ولكن أيوة شوفوا حنيفة مسلمة يعني إيه عارفة الحنيف حنيف يعني معوج ده معوج معوج مسلم طب هو كان القرآن نزل مين هنا اللي لا يعقلون مين وهل إحنا بنقول إن ولا بنقول إبراهيم يهودي ولا مسيحي إبراهيم أبو الأمبياء اللي هو البداية لا مالهوش دعولها مسيحي ولا يهودي يبقى قاعد يفتري علينا إن إحنا قاعدين نتخانق وإن إحنا قاعدين نكفر في بعض وإن إحنا قاعدين مش عارفة نقول إيه أربابا من دون الله والمسيح وقاعد يفتري علينا ويفتري على اليهود كل المسلمين بيكرهوا اليهود ليه مش من القرآن بس أول ما مسلم بيتعامل مع يهودي يقرأ الكتاب مثلا خلاص خلص عشان كده محمد قال محدش يقرأ عشان هينكشف علشان كده محمد مانع المسلم وبعدين مانع المسلم إن هو تثقف بثقافة وللأسف الحلقة وقتها خلص أنا دلوقتي بقول للمسلمين أرجوكوا اقروا الكتاب المقدس واتعرفوا إن محمد افترى على اليهود افتراء شديد بيبدان شكرا ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجرم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر